وتحت عنوان النجومية والمسؤولية اختتم مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون ندواته بمشاركة عدد من المختصين في مختلف المجالات الإعلامية وتناولت الندوة عددا من المواضيع المهمة التي تمس المرحلة الحالية التي يعيشها قطاع الإعلام تجارب خليجية رائدة عرضت خلال الندوة الأخيرة لمهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون التي نقشت عددا من المواضيع الهمة في خضم اتساع نطاق الإعلام هذه الندوة أكدت على وجود وجوه خليجية إعلامية استطاعت رفض النجومية والمسؤولية بشكل احترافي وتمكنت من التأثير في الجماهير بشكل إيجابي تماشيا مع القيم الخليجية الأصيلة تجارب خليجية تجارب رائدة جدا ولها قيمتها ومؤثرة جدا بدليل أنه الآن يتم استدعاء الكثير من المؤثرين الخليجيين المؤثرين الحقيقيين إلى محافل دولية وهذا يسعد كل خليجي اليوم واللحمة الخليجية اليوم اللي واضحة في إعلامنا وإعلامنا يابد أن يكون هويتها تطويع الشهرة لخدمة المجتمع كانت من أبرز المواضيع التي نقشت وأكد عدد من المختصين والمشاركين في الندوة عمل الجهات الإعلامية الحكومية والخاصة بشكل تعاوني من أجل استخدام الأدوات الإعلامية بشكلها المهني لترسيخ الأخلاقيات الإعلامية والتعبير عن الهوية الخليجية معروف أن القطاعات الحكومية شوي عليها رقابة شوي تحركها ما يصير سهل بس متوجهة هي متوجهة لهذا السلوك وهذا التطور اللي لازم أن الكل يتواكم معه مؤسسات لها سلطة نوعا ما خلينا نقول قانونية في وضع بعض التشريعات العامة ولكن ضبط سلوكيات شبكات التواصل ستكون مهمة صعبة فبالتالي احنا كل اللي علينا كمؤسسات لنضع التشريعات ونراقب الميدان أعتقد وجودنا اليوم مهم جدا لنوعا ما وضع خط الطريق لممارسة شبكات التواصل الاجتماعية هي عالم جديد يتطلب نظم ويتطلب أعراف جديدة فوجودنا اليوم أتمنى أنه يؤسس لبعض الأعراف اللي رح تنتقل للأجيال القادمة بإذننا التكامل بين الجهات الإعلامية المسؤولة والجماهير أعضى الفضاء الإعلامية التقليدية والحديث زخما خاصا واستطاع المحيط الخليجي إطلاق رسائله البناء عبر كوكبة من رواد العمل الإعلامي في الصحف المطبوعة والإذاعة المسموعة وشاشة التلفاز ووسائل التواصل الاجتماعي ليؤكد موكبة جميع التطورات في هذا المجال وتطوعها بما يتنسب مع المجتمعات الخليجية اتسع رضاق المساحة الإعلامية لتصل إلى مواقع التواصل الاجتماعي وتؤكد على أهمية الاستخدام الأمثل للأدوات الإعلامية مع تكرار كلمة المسؤولية والنجومية خلال هذه الندوة التي أكدت على وجود العديد من النماذج الخليجية المشرفة في هذه المنصات شوق العثمان لمركز الأخبار تلفزيون البحرين